ابن حزم قال له وَعَلَيْكَ أَلْفُ أَلْفِ لَعْنَةٍ ثم قالوا وَهَذِي الْأَشْعَرِيَّةِ أَلْفِرْقَةُ أو قال الأمة أَلْمَلْعُونَةُ فَلْعَنَهُمْ شيء والله يقشعر له البدن كيف يا شيخ الإسلام غفر الله لنا ولاك كيف تستجيز لعن أكثر علماء وأئمة وعامة المسلمين كم سبهم كم بذى عليهم بلسانه كم أقذع لهم كم افتر عليه يحدث عن أشعري بمصر أشعري فهم شيئاً معين في مسألة إيها القرآن للأسف ذهب إلى آخر الشوط أنكر أن يكون الله تكلم بالقرآن هذا خطأ فضيح جداً القرآن كلام الله يعني بغي أن تقول هذا القرآن كلام الله ولماذا صحيح؟ فأجيره حتى يسمع كلام الله في براءة كلام الله أنت هنا هذا يقول لك لا هذا مش كلام الله الله لم يتكلم به والمقصود كلامه الذي خلقه قصة هذا الأشعري الأرعن في مصر وكان يلعن هذا الأشعري من لا يقول بقونه أن الله لم يتكلم بالقرآن يلعن ابن حزم قال له وعليك ألف ألف لعنة ثم قالوا وهذه الأشعرية الفرقة أو قال الأمة الملعونة فلعنهم شيء والله يقشعر له البدن كيف يا شيخ الإسلام غفر الله لنا ولك كيف تستجيز لعن أكثر علماء وإمة وعامة المسلمين وطبعا للأسف حدثكم مرة عن أخي الذي جاء مرة يسألونه أخ في الله يعني أبناء هذا المسجد يقول لي يا أخي سمعت أنك شاعري طبعا يقولها وهو مستهول ما سمع عني قلت له تقصد أشعري قال أيوة هذه قلت له فكان ماذا أنا أشعري حيث الأصل قد أخالف ماذا ماذا بيؤمن فيه أشياء معينة وأتبع فيها حتى بعض العلماء هل تدري كذا وكذا هذا كلام عاد هل تدري أنهم معظم كذا هل تدري أن الشافعية من حيث الأصل تقريبا كلهم أشعر إلا ما ندر هل تدري أنه يندر أن تجد مالكي إلا هو أشعري هل تدري أن الماثرودية كالأشعرية خلا بعض المسائل يختلفون فيها خلا بعض المسائل يعني المسائل المعنوية الحقيقية بعضهم قال ستة ستة مسائل مش أكثر مجموع المسائل في المشهور بضعة عشرة مسألة بعضهم بالغ وشقق من بعضها مسائلة أخرى وقال لك تزيد على الخمسين فكان ماذا المعنوي منها ستة مسائل فقط خلها عشرا يا سيدي ولا يكفر بعضهم بعضا فيها بحضل الله تبارك وتعالى ينبغي التكفير هل تقول لي لا كفر بعضهم نعم وجود للأسف وجد بعض الماتوردية كفروا الأشاعر وبعض الأشاعر غمزوا قناة معتقد الماتوردية متعصبة فيه متعصبة على فكرة دائما لكن هذا ليس الخط العام ليس الخط العام خط العام أنهم إخوة متآزرون متحابون يحامون كلهم عن دين الله وعن معتقد المسلمين في التوحيد وعصول الدين بفضل الله تبارك وتعالى كان لأول مرة أسمع هذا الكلام طبعاً أنت استهولت وظننت أنه إيه؟ أنه هذه أشعري يعني زنديق يعني من فرق الزنادق المجسمة المنكرة لا ندري الغنوصيين شيء مخيف يستغلون جهل الناس طبعاً أكرر مرة أخرى للأسف الشديد لا تزال الكتب والكتيبات والرسائل والمحاضرات المسجلة صوتياً وبعضها في اليوتيوب مرئية التي لا تتردد في تكفير الأشاعر وأنهم كفر وأنهم خبثاء وأن مذهبهم وطريقتهم مؤسسة على أسس يهودية بشكل رئيس ويمكن كمان نصرانية أشياء فضيعة جداً جداً مخيفة يعني سبحان الله العظيم هذا الكلام غاب عن الإمام أبي الحسن الأشعري إمام أهل السنة والجماعة والذي عظمه أئمة مسلمون من سائر الطواف بما فيه ملحنة بلكمان ما رأيك معظم عنده سائر الطواف على الأقل من أهل السنة من أهل السنة هذا الكلام تكفير إذن لمثل الإمام أبي الحسن البهري تلميذه طبق الأولى من الأشاعر وأبي عبد الله ابن مجاهد والإمام أبي بكر ابن الطير الباقلاني والإمام أبي إسحاق الإسفراييني والإمام ابن فورك والإمام الغزالي وأبي إسحاق الشيرازي والفخر الرازي والنووي والحافظ العراقي والحافظ ابن عساكر والحافظ ابن حجر والحافظ الصيوطي إذا ذهبنا نعدد بالأمس حاولت أن أكتب أعلام الأشاعر الذين في رأسي كتب أكثر من ثمانين أعلامها مش علماء عادين أعلام كبار مثل هؤلاء أكثر من ثمانين بخط يدي بسرعة أنت تكفر الأمة طبعا أذكر مرة أخرى وحين يأتي نفر من الأشاعر والماترودية يقولون هؤلاء الحنابلة في الاعتقاد ليسوا من أهل السنة تقوم قائمة هؤلاء ينجذبون يشعرون بجذبة جميل جدا نحن عقدنا الخطبة السابقة وهذا الخطبة ينقول كلا هم من أهل السنة والجماعة على الرغم مننا وممن أخرجهم لأن هذه الحقيقة العلمية والتاريخية لا تستطيع أن تخرجهم وسنقول ونثبت هذا ولكن الدرس الأبلغ هل شعرتم بمدى المضض والألم طب لماذا لا تقدرون ما يشعر به الآخرون وهم يضعفونكم عشرات المرات عشرات الأضعاف الأشاعر والماترودية يضعفون هؤلاء الأثريين أو السلفيين عشرات الأضعاف في العالم الإسلامي عبر التاريخ ليس في الواقع عبر التاريخ لماذا لم تشعروا بالتأثم والتذمم لماذا لم تترددوا لماذا لم تتوقفوا وعنتم تطلقون أحكام التكفير وطبعا أقل من هذا التبديع والتضليل والتفسيق والعصول الخبيثة اليهودية لعقادة الأشاعر عجيب اذهبوا وقرأوا تراث أبو الحسن الأشعري وصلنا منه كتابه الكبير مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين اقرأوا أبو الحسن حين ذهب يعرضه لمعتقدي أهل السنة وأهل الحديث الممثل أكبر لهم من هو؟ أبو عرض الله أحمد بن محمد بن حنبل رضوان الله عليه ذهب يعرض لمعتقد هؤلاء أهل السنة وأهل الحديث أحمد وغير أحمد طبعا قبل أحمد وبعد أحمد وختم بالقول وبهذا الذي نقلنا عنهم أو ذكرنا عنهم نقول بكله قال بكله نقول قال أنا أتقلد هذه المعتقدات كلها اعتقاد مين؟ أهل السنة وأهل الحديث هذا أبو الحسن الأشعري يخبر عن نفسه رحمة الله عليه وضع كتاب الإبانة عن أصول الديانة اعتقاده حين تقارنه باعتقاد أحمد بن حنبل الموجود في آخر المجلد الثاني من طبقات الحنابلة لأبي يعلى الحنبلي من رواية الإمام الحنبلي الشهير النبيل أبي الفضل التميمي عصري وصديق وأخ أبي بكر الباقلاني فضل هذا الحنبلي وهذا الباقلاني الأشعري المالكي في المشهور شافعي أبوه نشافعي بس المشهور أنه مالكي الباقلاني وقال جماعة رأسي ورأس القاضي أبي بكر ابن الطيب الباقلاني سبع سنين ما خده واحدة أخوة كانوا أخوة وهذا أشعري وهذا حنبلي أبو الفضل التميمي هذا ابن أبي الحسن التميمي إمام مشهور نبيه من الحنابلة أورد عقيدة أحمد من روايته والله أنا فعلت هذا حين تقارن عقيدة أحمد برواية التميمي بعقيدة الأشعر في الإبانة تقريبا شيء واحد ما رأيكم؟ شيء واحد طيب كيف أصول الأشعرية أصول يهودية؟ إذ أصول الأشعرية يهودية فأصول حنبلية يهودية أيضا هذا كذب هذا كذب هذه نزغات نفسانية وأهواء شيطانية والعياذ بالله لتفريق الأمة ونزعة استحواذية المؤمن الصادق يا إخواني نسأل الله أن يجعين وإياكم من صادقي عباده الموحدين المؤمن الصادق والله والله حين يذهب يبحث في قول الخصم أو من يراه خصما خصما علميا لا خصومة تصل إلى رفع العصمة واستحلال الدم لا خصومة علمية مذهبك يختلف عن مذهبي رأيك لكن يجبعنا الإسلام الواحد حين يذهب فيقع على غير ما كان يتوقع يحدث هذا معي كثيرا يقع على قول لهذا الإمام أو لهذا العالم تبرئه مما كنت أنت تبحث عن إدانته به المؤمن الصادق أنا أقول لكم والله يفرح بهذا الحمد لله يقول الحمد لله إذن هذا الشيخ هذا الإمام بريع مما قال أهل مذهبي عنه الحمد لله يفرح أما الذي لا يفرح ويخترم النقل ويكذب ويفتري ويدس أنا أقول لكم وأقسم بالله من على منبر رسول الله لأنه كل منبر رسوله والله عليه أن يراجع إيمانه عليه أن يفتش قلبه والله هو في ورطة كبيرة مع الله مع الله يا رجل أنت تحب أن الناس أنا العمى أنا المحمديين يعبدون الله ويوحدونه أم تحب أن يخرجوا من التوحيد والدين تحب أن يكفروا يا رجل لو كنت تحب الله صدقا وحقا وترجو له الوقار لكنت حريصا الحرص كله ولا أقول أشده الحرص كله على أن توفر إيمان المؤمنين يقول لا لا مؤمنون بفضل الله لم يخرجوا لا أريد أن أشطبهم لا أريد أن أخرجهم وهذا الذي قال به طوائف من الحنفية والشافعية قالوا إذا أتى الرجل قولا أو فعلا مكفرا من تسعة وتسعين وجها ومن وجه واحد لا يكفر حكمنا بإسلامه هذا الكلام الذين أحبوا الله وعرفوا الله مش ممكن إنسان يحب الله يعظم الله يحب الناس تكفر بالله على فكرة أحمد بن حنبل وقعت له على مقولة قبل أيام يسيرة أدهشتني جدا من ذلال المقولة أنا أصدق أن إماما جليلا مثل أحمد قالها نفس المقولة التي رؤيت لي من تلميذ الإمام بديع زمان النورسي أحمد يقول يا ليتني كنت فداعا لأمة محمد وأنهم لا يدخلون النار قال لو عرض الأمر علي أدخل النار أنا وأمة محمد كلها تدخل جنة أنا أرضى بهذا يا الله هذا إمام هذا لا يقول إلا من عرف الله حقا ووقّره وأجلا طبعا سيقول لي أنت إيش قاستق إنت مدفوع من السلفين لا والله الذي رفع السماء أبدا أنا كما قلت لكم لو كان منطقي منطق تصفية حسابات أنا من أكثر لن أقول أكثر لكن من أكثر من عانى من هؤلاء الإخوة السلفين هم لا يسكتون عني ليلة نهار زندقة لي وتكفيرا وتأليبا علي وسبا وطعنا ليلة نهار من أكثر من خمس سنين لكن حاشا لله أن يكون في العلم والدين تصفية حسابات حاشا لله حاشا لله أنا أقول لكم تقرؤون لبعض الحنابلة موجود هذا والكتب موجودة عقائد والعياذ بالله تشبيهية تمثيرية تجسيمية هذه قلت لي عقائد يهودية صح اليهود مجسمة اليهود مشبهة معروف هذه عقائد لكن هل قال بها أحمد لا فيما ثبت عنه أيها الإخوة أحمد لا يقول بهذا الآية التي شقت الأمة هذه آية شقت أمة محمد آية الاستواء الرحمن على العرش استواء ثم استواء على العرش إيش استواء أحمد بن محمد في عقيدة التميمي برواية أبي الفضل التميمي يقول استواء على وارتفع مش استقر مش قعد مش جلس أبدا قال على أليس هو العلي العظيم لا إله آية الكرسي علي لا إله على وارتفع وهو لم يزل عاليا رفيعا قبل أن يخلق العرش وبعد أن خلق العرش مش معناها استواء العرش يعني حدث له شيء جديد صفة استجدت لله في ذاته تجعله عليا رفيعا بعد أن لم يكن قال لا فالله منزه عن التغيرات منزه عن الحدود لا إله إلا كلام جميل يقف له البدن هذا كلام هذا أبو عبد الله أحمد بن حنبل لم يكن مجسما لكن كونه في بعض الحنابلة ناس مجسما نعم تطرق إليهم التجسيم وهذا الذي نرفضه ولا نرتاح إليه لكن لا نكفر به لماذا؟ هذا قضية أخرى قضية علمية دقيقة لأن نكفر بعض الناس يريد أن يكفر فقط كما قد يصف حسابات صفي يكفروننا نكفرهم كما قال عبد القاهر أبو منصور البغدادي ابن طهر رحمة الله عليه إمام أشعر جليل أعتقد 427 أو 29 للهجرة من تلميذ أبي إسحاق الإسفرايني عبد القاهر يقول نحن لا نكفر من هؤلاء إلا من يكفرنا نحن ضد المنطق هذا أيضا لا 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 في قاعدة في الشريعة أن من كفرك تكفره لا 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 نكفر إلا من وقع عليه الكفر حقا ووقع هو في الكفر حقا وما في شبهة تدفع عنه الكفر أهل وسهلا فقد لا يكفرني وأكفره وقد يكفرني وأحكم بإيمانه هذا العدل هذا الإنصاف وعلى ذكر الإمام البغدادي رحمة الله تعالى عبد القاهر عبي منصور عبد طاهر البغدادي هذا الإمام الجليل من أمة الأشاعرة للأسف للأسف أسائل الأشاعرة وأسائل مذهب الأشعر بنزعته الاستحواذية وميله إلى إخراج المخالف من دين الله حين تقرأ لهذا الإمام الجليل في كتابه الفرق بين الفرق وهو صاحب أيضا كتاب أصول الدين يقشعر بدن كيف يكفر المعتزلة ماذا يا أخي؟ المعتزلة الكفار هم زنادقة المعتزلة قبل الأشاعرة هم الذين تصدّوا للرد على الثانوية وعلى المجوس وعلى المانوية وعلى السمنية أي البوذية وعلى طواف الملاحل والمشككين المعتزلة قبل الأشاعرة وقبل الحنابلة وهم فرسان حلبتها وأبناء بجدتها المعتزلة حرام أن يقول هذا إمام قالك لا كفار واختلفنا اختلف الأصحاب فيهم فمنهم من قال حكمهم حكم المجوس ومنهم من قال حكمهم حكم المرتدين وقالك هم كفار ويجب أن نكفر كل زعيم من زعماء المعتزلة ووجوه كفرهم لا تعد ولا تخصى يا سلام ليه يا برد؟ في إيش خالف المعتزلة بحيث يكفرون هذا كذب في فصول الفصول مش في الأصول ووحدون من أهل هذه الملة بفضل الله تبارك وتعالى هذا الظلم حرام وفيما إما زهات على فكرة المعتزلة معتزلة في الأصول لكن في الفروع احنا حنفية تزعة وتسعون في المئة من المعتزلة على المذهب الحنفي أنت بتكفر كانت فقهاء معناها فقهاء في المذهب الحنفي حيطلعوا طبعا وهاء كذر ومفسرون الزمخشري أحسن من فصر كتاب الله تفسيرا بلاغيا بيانيا الكشاف هذا جار الله محمود الزمخشري يا أخواني توفى في أول قرن السادس معاصر الغزالي بعد الثلاثين وخمسمائة رحمة الله عليه هذا معتزلي كان معروفا بالزهد أيضا والاستقامة الرجل هذا كان شديدا جدا على الحنابل والأثرية لأنه يرفض التشبيه والتجزيم والمماثلة مغرق في التنزيه على طريقة أهل الاعتزال إيش تكفر المعتزلة واصل ابن عطاء مؤسس مذهب الاعتزال رأس المعتزلة تعرفون هذا له تصنيفات كثير جدا كان أحد يعني عباقرة المسلمين له كتاب اسمه الألف مسألة ألف مسألات تتخيل الألف مسألة شيء عجيب الألف مسألة في الرد على المانوية طائفة المانوية يرد عليهم ويثبت أصول التوحيد والدين ما في عندنا ثانوية النور والظلام إله للنور إله للظلام قال لا 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 ألف مسألة يرد عليهم من ألف وجه هذا واصل ابن عطاء تكفر هذا أنت أبو الهذير العلاف العلاف رحمة الله تعالى عليه أسلم على يديه فيما يقال ثلاثة آلاف من أهل الكتاب والمشركين والثانوية والملاحلة ثلاثة آلاف وكان يقطع الخصم بأوجز كلام وأقل عبارة عبقر كبير تكفر هؤلاء أنت يا إمام يا بغدادي رحمة الله عليك وعفى الله عننا وعنك فيه هذا التعصم موجود في كل الطوائف في الحنابل وفي الأشاعر لكن طبعا بين إقلال هنا وإكثار هناك والعكس لكن موجود ما من طاف إلا فيها متعصبتها لكن أنا أقول لكم هذه النزاعات التعصبية والحصرية والإقصائية والتكفيرية أنا أقول لكم هذه تسيء جدا المذهب وإذا استشرت إذا استشرت تضر به ضررا فادحا بالغا قد تقضي عليه قد تجمده قد تفقده أنصاره أو تفقده على الأقل تفقده عفوا انتشاره العلامة المتريدي محمد زهد الكوثري المعاصر كان معاصرا للشيخ شلتوت والشيخ أبو زهرة رحمة الله تعالى عليه من أصل تركي علامة كبير محقق طبعا السلفيون يكرهونه جدا جدا لأنه ما تريدي منزه رحمة الله عليه حين قدم بس إمام حين قدم لكتاب الفرق بين الفرق العبد القاهر البغدادي رحمة الله تعالى عليه قال هذا الرجل كان شديدا بمعنى الكلام ولا يتصف بالعدل والإنصاف مع الخصوم قل أن يحكي أقوالهم على وجوهها قال لحظتنا قال مش أمين في النقل هذه مصيبة كبيرة تنقل أنت عن فرق أخرى ولا تكون أمينا ستكتب شهادتهم ويسألون الله سائلك عن كل كلمة كتبتها أو كلمة أخفيتها ما هي القضية هي الحق ولا الغلبة تريد الحق أم تريد أن تغلب واضح قال الإمام زهد الكوثري كاشفا النقاب عن مصدر الإمام البغداري في النقل لأقوال المعتزلة من وين يجيب لو جاب أقوال المعتزلة من كتب المعتزلة لا يمكن أن يغلط هذا الغلط كله عليهم من وين مصدر ابن الراوندي أو ابن الراوندي كما هو مشهور عند الناس ابن الراوندي الملحد الملحد الذي بدأ معتزليا وختم إي حياته ملحدا والعياذ بالله من ومن مصيري ملحد والذي رد عليه أحد أئمة الاعتزال ابن الخياط بكتابه الانتصار والرد على ابن الراوندي انت بتأخذ من واحد ملحد خصم منقلب على الاعتزال إيه الإلحاد أقوال المعتزلة طب أهذا من الحق في شيء هذا ظلم بيّن يا إمام فهذا عبد القاهر قال لك المعتزلة كفار لا نتوقف يجب أن نكفر رؤوس زعماء المعتزلة طب العامة قال لك لا يصلى خلف معتزلي اصحط صلي خلفه صلاتك غير مقبولة طيب ولا يصلى عليه ولا تزوجه والمرأة اعتقدت معتقدهم لا تتزوج منهم وما في توارث لأنه في كفر ما في إيه هم لا يرثوننا لكن هل لذهم مسألة وهكذا إيش هذا يا أخي تتكلم عن من أنت يا رجل في تعصم ولذلك جاء عبد الكريم الشهرستاني إمام الجليل واعتمد إلى حد بعيد على عبد القاهر فأساء في النقل من هنا الأخطاء الكثيرة في كتاب الملوى النحل لعبد الكريم الشهرستاني أقل منه أبو المظفر الإسفرايني تلميذ عبد القاهر البغدادي صاحب كتاب التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية من الفرق الهالكين أقل لكن أيضا هناك أخطاء لأنه اعتمد على أستاذين مثل هذا التعصم هذا موجود